مشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب إن الإيمان المسيحي هو إيمان القيامة فالصليب لم يكن هو نهاية الأمر ولم يكن الحجر الذي وضع على القبر خاتمة القصة بل القيامة المجيدة من بين الأموات والنصرة على الموت كانت النهاية المفرحة فبدون القيامة لا إنجيل ولا يوجد خبر صار ولا بشارة مفرحة بدون القيامة كذلك لا إيمان ولا رجاء ولا كنيسة ولا عبادة يقول الرسول بوليس وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم ونوجد نحن أيضا شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمهم إن كان الموت لا يقومون لأنه إن كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلا إيمانكم أنتم بعد في خطيكم إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا كورنسوس الأولى 15 لكن الإنسان المعاصر الذي يؤمن بمبدأ الطبيعة والفلسفة الطبيعية يعترض على حقيقة قيامة المسيح من بين الأموات لكن قيامة المسيح هي العمود الفقري للإيمان المسيحي ينظر المتشككون من أصحاب الفلسفة الطبيعية وكذلك اللاهوتيون المعاصرون الليبراليون إلى قيامة المسيح على أنها وهم أو خيال من صنع التلميذ يقول على سبيل المثال توماس ويلستون أن قصة قيامة المسيح تتكون من سخافات وافتراضات وعدم مصدقية التي يتحدث عنها أن السخافات هذه السخافات التي يتحدث عنها ويلستون هي الأمور فوق الطبيعية التي ارتبطت بقيامة المسيح لقد رفض الإنسان الحديث كل ما هو فوق طبيعي مما جعله يرفض قيامة المسيح إن تشكيك الإنسان المعاصر في القيامة سببه الأساسي هو رفضه لكل ما هو فوق طبيعي وليس قلة الأدلة العقلية أو عدم وجود أساس منطقي للتشكيك فكون قيامة المسيح غير قابلة للتصديق لكونها معجزة فوق طبيعية هي في الوقت نفسه غير قابلة للإنقار يقول اللهوتي المعروف جيمس بيكر إن إنقار القيامة يمكن أن يبدو منطقيا فقط متى استبعدنا مسبقا إمكانية أعمال الله الخلاقة في العالم في القرن الثامن عشر والتاسع عشر انتشرت نظريات تفسر أمر قيامة المسيح من بين الأموات ومن أشهر هذه النظريات نظرية الإغماء التي تقول أن يسوع المسيح لم يمو لكنه نتيجة الإجهاد الشديد ونزيف الدماء دخل في حالة من الإغماء الشديد لكن بعد أن وضع في القبر ونتيجة لرطوبة المكان والحنوط والزلزلة فعق من حالة الإغماء واستجمع قواه وقام من القبر ونادى ريمرسون في كتابه هدف يسوع وتلميذه بأن إحساس التلميذ بفشل إرسالية يسوع السياسية كان سبب وراء سرقة جسده من القبر وبعد أن انتظروا خمسين يوما حتى تحلل الجسد بالكامل بدأوا في المناداه بأنه قام وظهر لهم ولأخرين وأنه سوف يأتي بمجد عظيم مرة أخرى ليؤسس مملكته على الأرض أما بولتمان وهو أحد أشهر اللهوتين الليبراليين الألمان فقد رفض تاريخية القيامة ونادى بأنها مجرد أسطورة أو خرافة يونانية وجدت طريقها إلى العهد الجديد فالقيامة بالنسبة لبولتمان ليست حدث تاريخي تم في المسيح بل التلميذ حدث ارتبط بإيمان أنفسهم هذا الإيمان الذي ملأ هذا الفراغ يقول بولتمان عن هذا أنه خرافة إيمان المسيح لأجل هذا يقول بولتمان عن القيامة كمان أن الإيمان بالقيامة وليس حادثة القيامة بمعنى Easter faith not Easter event كويس لكن ما هو السر وراء رفض قيامة المسيح من بين الأموات ولماذا يرفض المتشككون والليبراليون قبول حقيقة قيامة المسيح وتاريخيتها فيستبدلونها بنظريات أقل ما يمكن أن توصب بها أنها سخيفة وغير منطقية وتحتاج إلى إيمان لقبولها أكبر من الإيمان الذي نحتاجه لقبول حقيقة القيامة إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو رفض الإيمان بحقيقة شخص يسوع المسيح نفسه اليوم أريد أن أتحدث عن نظرية أخرى هذه النظرية أو الفردية موجودة على فيديو للأستاذ آدم المصري وهو أحد النقاد لكل أنواع الإيمان سواء الإيمان المسيحي أو الإيمان الغير مسيحي وله فيديو عن المسيح قام بالحقيقة قام ولماذا يرفض هو قيامة المسيح وعلى أي أساس يرفض هذه القيامة بما أننا في إسبوع الألام ودخلين على ذكرى قيامة المسيح رأيت أنه من المناسب أن نتناول هذا الفيديو برد واضح على محتوى نحن نحترم الأستاذ آدم المصري نحترم فكره نحترم محاولته للبحث عن إجابة تردي منطق المنطق عنده وطريق التفكيره لكن في نفس الوقت نستطيع أن نرد على ما قدمه ونستطيع أن نؤكد الحقيقة التي أكدها تاريخ المسيحية كله أن قيامة المسيح قيامة تاريخية لا يمكن أن تنكر وكذا موضوع حلقة اليوم آدم المصري وتاريخية قيامة المسيح يتفق آدم المصري في بداية الفيديو على أن قيامة المسيح بالنسبة للمسيحيين هي تعتبر جوهر الإيمان وأنها أساسية جدا ومهمة جدا بالنسبة للإيمان المسيح حشكده هاخد الجزء الأول أو الفيديو الأول اللي فيه بيكلم عن أهمية هذه القيمة وأنا لا أختلف معه في هذا الجزء لكن أريد أن أضع هذا الجزء أمام حضراتكم بولوس الرسول في رسالة كورنثس الأولى إصحاح 15 عدد 14 بيقول إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم قيامة المسيح هي العنصر الأهم في العقيدة المسيحية لأن بدونها لا يوجد مفهوم الفداء بدون القيامة يبقى المسيح مجرد إنسان عادي قتل لكن لأنه قام وظهر لتلاميذه ولآخرين حسب الإيمان المسيحي فهنا لازم نبص على موته وقيمته كأحداث مرتبطة مبني عليها مفهوم الفداء بالكامل وأنا أتفق معك ليس فقط مفهوم الفداء بالكامل لكن أيضا طبيعة شخص يسوع المسيح فالقيامة أكدت لنا من هو يسوع المسيح القيامة برهند زي ما يقول الرسول بولوس وتبرهن أو تعين ابن الله بالقيامة من الأموات تبرهن وتأكد لأن هذا الشخص الذي نادى بهذه التعليم وما قاله عن نفسه في الأنجيل الأربعة وفي حياته وفي خدمته إنما هو تأكيد على طبيعاته وأنه كلمة الله المتجسد لكن الغرض من الفيديوز اللي سجله الأستاذ آدم المصري غرض أنه هو يعبر فيه عن لماذا يرفض الإيمان بقيامة المسيح وعلى أي أساس يبني هذا الرفض رفضه للإيمان بقيامة المسيح هلنشوف الفيديو التاني ونرجع نعلق عليه قبل ما تكمل فرجة على الفيديو ده خليني أوضح نقطة مهمة جدا أنا مش عامل الفيديو ده عشان أثبت أي حاجة الفيديو ده مش عشان يثبت أو يضحض أن المسيح قام أو ما قامش من الأموات أمال الفيديو ده أنا عامله عشان أقول فيه أسبابي وتحليلي الشخصي للموضوع ليه أنا شخصيا كأدم المصري مش مقتنع أو مصدق أو مؤمن أن المسيح قام من الأموات أو أن فيه أدلة تاريخية على قيامة المسيح أنت عايز تؤمن بده برحتك اقفل الفيديو وما تتفرجش عليه وكمل في إيمانك عادي خالص برحتك أما لو عايز تعرف أسبابي ونقدي فيه ليه أنا مش مصدق القصة دي وليه بعتبرها أسطورة أو خرافة أو وهم يبقى كمل فرجة طيب وأنا هكمل فرجة كملت فرجة مع الأستاذ آدم وكملت فرجة على الفيديو بتاعه أكثر من مرة وهقدم لحضراتكم اعتقاده ولماذا يرفض قيامة المسيح طبعا هو بيقول أنه ده إيمان شخصي بس أنت إيمانك الشخص ده حطيته على فيديو والفيديو ده بيشوفه ألاف بل عشرات الألاف من الناس وبالتالي يحق لنا بما أنه أصبح الفيديو بتاعك أصبح فيديو عام لأي شخص أنه يتفرج عليه أصبح أيضا من حقنا نحن أن نقدم الرد على هذا الفيديو طيب تاريخ المسيحية من أول نشأة الإيمان المسيحي وحتى يوما هذا بتؤكد على أن قيامة المسيح كانت قيامة تاريخية فالمسيح قام والأدلة التاريخية والأدلة التي بنيت عليها الإيمان بقيامة المسيح أدلة مهمة جدا وواضحة جدا وصريحة جدا الأستاذ أدم المصري اتفرج على فيديوهات كثيرة وأكيد أرى كتب كثيرة ولخص لنا أنه الإيمان بقيامة المسيح من حسب وجهة نظره مبني على أربع أدلة أو أربع أعمدة مهمين جدا في الإيمان المسيح وعش كده نشوف الفيديو اللي بيكلم فيه عن الأدلة اللي بيبنى عليها بحسب الإيمان المسيحي أو الاعتقاد المسيحي أن المسيح قد قام من بين الأموات نشوف الفيديو التالت ونرجعنا في عشرات الفيديوهات ومئات الوعزات والكتب ومحاضرات اللهوت الدفاعي اللي بتزعم أن قيامة المسيح حدث تاريخي وعليه أدلة تاريخية حجج الإثبات والحجج دي كلها قائمة على أربع محاول واحد العديد من المصادر التاريخية من داخل ومن خارج الكتاب المقدس اللي بتؤكد صلب وموت المسيح موتا مؤكدا وليس إغماء أو غيبوبة أو مشابه حتى يمكنه الإفاقة خلال أيام الدفن اتنين اكتشاف القبر الفارغ بعدها بأيام تبقى لعدة مصادر كتابية وشهود عيان ثلاثة زهور المسيح لتلاميذه وعدد آخر من الناس بعد قيمته وحتى صعوده أربعة استشهاد العديد من الأشخاص من رسل وتلاميذ دفاعا عن هذا المفهوم وعقيدة القيامة التي آمنوا بها رائع ولا أحد يختلف معك في هذه الأدلة أو هذه البرهين الأربعة لكن أنا حطيت أيضا مقابلها بعض البرهين ورتبتها بحسب ما أنا أرى من أدلة ومن برهين تؤكد أيضا قيامة المسيح موت المسيح المؤكد ودفنه وهذا من مصادر زي ما قلت مسيحية ومصادر أيضا غير مسيحية فلا أحد أبدا يشك في أن المسيح قد مات وأن المسيح قد دفن وموت المسيح موت حقيقي النوت الثانية هي القبر الفارغ وهذا القبر الفارغ هو عليه علامة استفهام لماذا وجد قبر يسوع فارغا وأين جسد يسوع المسيح وطبعا هناك نظريات كثيرة وافتراضات كثيرة لكن دي حقيقة بتبنى عليها قيامة المسيح حقيقة القبر الفارغ ظهرات المسيح الكثيرة أنه ظهر للتلاميذ وظهر للمريمات وظهر لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باقي زي ما يقول الرسول بوليس في كورنسوس الأولى 15 فظهرات المسيح جزء مهم جدا القبر الفارغ لوحده ممكن نفسره بأكثر من تفسير الأجازة تسرق غلطه في القبر ليس دليلا بمفرده على قيامة المسيح لكن ظهرات المسيح هي اللي أكدت أن لماذا القبر فارغ مش لأن حد سرق الجسد لكن لأن المسيح قد قام من بين الأموات وبرهان قيامة المسيح من بين الأموات هو ظهراته المتعددة التغيير الرهيب في حياة التلاميذ ما هو سر هذا التغيير في حياة التلاميذ كيف يتحول التلاميذ الذين هربوا عند المحاكمة الذين لم يكونوا في أغلبهم عند الصلب التلاميذ الذين كانوا خائفين من اليهود التلاميذ الذين كانوا مغلقين الأبواب عليهم خوفا ورعبا من اليهود كيف يتحول هؤلاء وهو سر التحول في حياتهم من أنهم جماعة خائفة جبانة إلى جماعة تقف أمام اليهود وتقول يسوع المسيح الذي أنتم صلبتبوه بأيد أثمة كيف تحول التلاميذ وما هو سر هذا التحول هل هيها الوسى؟ هل إنهم فقدوا عقولهم؟ أم أن هناك سر وهذا السر هو قيامة المسيح انتشار المسيحية نتيجة وعظ التلاميذ بقيامة المسيح في كل الأمم والحاجة الأخيرة اللي هو أضفها استشهاد هم آمنوا بالمسيح المقام ورعوا المسيح المقام ولأجل هذا ماتوا من أجل حقيقة واستشهدوا من أجل حقيقة فإيمانهم بقيامة المسيح هو الذي دفعهم لأن يقدموا حياتهم من أجل المسيح فدي الحقائق التي يبنى عليها قيامة المسيح لكن زي ما بيقول الأستاذ آدم أنه قيامة شخص من بين الأموات ليست بالأمر المألوف يعني ليست هي العادة ده أمر شاز جدا وحدوث هذا الأمر شاز يجعل الإنسان يفكر ويفكر في تفسير مختلفة وعش كده هو بيفكر في تفسير لهذا الحادث خليونا نشوف الفيديو رقم 4 وكيف يفكر الأستاذ آدم في قيامة المسيح حجج الإثبات خليني هنا أوضح أول نقطة واللي هي أن في العموم في الطبيعي الوضع الطبيعي أنه محدش بيقوم من الأموات ده الوضع الطبيعي default position فأنا لما هاجي أبص على الحجة بتاعتك أو الارجومنت بتاعتك من الطبيعي أن أنا أحاول ألاقي تفسير منطقي غير أن حد أقام الأموات الطبيعي أني أحاول ألاقي تفسيرات منطقية حتى ولو كانت بعيدة عن أني أقفز بالاستنتاج أن هناك من قام من الأموات الطبيعي أنه محدش بيقوم يعني ده مش بس الباب الأخير لا دي الحيطة اللي لازم أرتضم بيها بعد ما ما لقيش أي تفسير آخر منطقي كويس الطبيعي أنه محدش بيقوم ولأجل هذا تعتبر القيامة فعلا أمر فوق طبيعي أمر يتناسب مع شخص يسوع المسيح مع طبيعته مع كونه أنه هو الكلمة المتجسد لكن ده مش موضوعنا موضوع الأساسي اللي أتكلم فيه النهاردة هو ما قدمه الأستاذ آدم من تفسير لقيامة المسيح فهو يعتقد أن المسيح لم يمت وهو يعتقد أن المسيح سرق جسده وهو يقدم تفسيرا هو يرفض يرفض حقيقة زهرات المسيح ويرفض أيضا حقيقة حياة التغيير التي اختبرت تلميذ ويأتي إلى كونكلوجين يرضي تفكيره عن قيامة المسيح وهذا الذي أريد أن أتحدث عنه وأخذ وقت الحلق النهاردة في الرد بطريقة منطقية وتاريخية وبنؤكد مرة تانية احترمنا لشخصه وإن كنا نختلف مع ما يقدمه من نقد للإيمان المسيح ما هو بقى الطرح الذي طرحه الأستاذ آدم؟ إيه هي النظرية اللي بيها يقدر يفسر الأحداث اللي حصلت ليس على أنها قيامة ليس على أن يسوع قام من بين الأموات لكن للأبر فارغ للأبر فارغ خلينا نشوف الفيديو رقم خمسة واللي فيه بيؤكد فيه نظرية هو مقتنع بيها تفسر له القبر الفارغ ده طبعا لو كانت حقيقة ودي أول نقطة طيب تعالى بقى مص على الطرح أو الأرجمنت بتاع أن ما فيش تفسير آخر منطقي غير أن المسيح قام من الأموات أول مشكلة بتقابلني في الطرح ده لما تيجي تحلله تحليل منطقي أنك انت حاطط فرضية مخفية فرضية مستترة بتعتبرها بديهية ألا وهي أن المستفيدين من فكرة قيامة المسيح والإيمان المسيحي عموما هم أتباع المسيح من التلاميذ والرسل لما تيجي تقول لي ما هو أصل لو القبر ما كانش فارغ والرسل والتلاميذ بيدعوا قيامة المسيح كان الرومان هيطلعونهم الجسد الميت ويكشفوا تخرفهم ووهمهم كده يبقى انت حاطط فرضية مستترة أنا مش شايف أن هناك فرضية مستترة وراء الإيمان بقيامة المسيح أو وراء تفسير الأدلة دي على أن المسيح قد قام من بين الأموات أنت ليه بتفترض وجود دافع خفي وليه بتفترض أن التلاميذ مستفيدين مع أن التلاميذ نتيجة منادتهم بموت المسيح وقيامة المسيح تعرضوا لأشد أنواع الألام والعذاب استفادوا إيه؟ إيه اللي استفادوا التلاميذ؟ الإفادة اللي راجعت عليهم فإحنا قلنا أنه مرة الفاتلة ما تكلمنا عن الصليب والقيامة قلنا أنه الإنسان في طبيعته عندما يكذب بيكذب لسببين إما أنه يريد أن يستفيد من الحدث إما أنه يريد أن يجنب نفسه آلاما معينة فبيضطر أنه يكذب الاتنين دول ما ينفعش يطبقوا على تلاميذ المسيح كويس؟ ما ينفعش يطبقهم على تلاميذ المسيح طب بيه هي بقى الفردية لو أنا شفت الأبر الفارغ والمسيح مش موجود وأنا رافض أنه المسيح يكون آمن بين الأموات ما هي بقى الفردية التي يفترضها الأستاذ آدم في تفسيره لهذه الأحداث نشوف الفردية اللي حطها آدم في تفسيره لقيامة المسيح فيديو رقم سير مش يمكن الرومان السياسيين المحنكين لقوا في هذه الخرافة طوء نجاح ضد الثورات والانقلابات المتكررة اللي كان اليهود بيعملوها كل كم سنة في الوقت دوات في هذه الحالة من الطبيعي أنهم ما يظهروش الجسد في هذه الحالة من مصلحتهم أن الخرافة دي تستمر في هذه الحالة من الطبيعي أنهم ما يظهروش الجسد الميت ده مش كده وبس ده كمان يحط حراسة على الأبر عشان محدش تاني يظهر الجسد الميت ده كمان ممكن يشيعوا أكتر ويروبوا أن المسيح بيظهر وأنه فعلا آمن الأموات لو أنه هو ده اللي ممكن يخمد الثورات اليهودية الشرسة ضد الإمبراطورية الرومانية طيب يبقى الفردية اللي وضعها لأستاذ أحمد أو أستاذ آدم سوري هي أنه الرومان رأوا في كلام التلاميذ وهلواسط التلاميذ عن قيامة المسيح رأوا فرصة زهبية الفرصة الزهبية دي في أنهم يقدروا من خلال التلاميذ ومناداتهم بقيامة المسيح أنهم يخمدوا الصورات اليهودية ضدهم فعملوا إيفاء سرقوا الجسد علشان يؤكدوا الخرافة واحتفظوا بالجسد وشجعوا التلاميذ على المنادات بقيامة المسيح علشان يحققوا غرادهم فرصة زهبية لهم أنهم يستطيعوا أن يخمدوا الثورات اليهودية ضد الرومان المحتلين لأرضه طيب هاجي إلى الفردية دي فردية الأستاذ آدم الفردية بتقول المسيح مات ودفن لكن تلاميذوا تخيلوا أنه قد قام فرأت السلطات الرومانية الزكية في ذلك الوقت فرصة من ذهب ليحولوا اهتمام اليهود عنهم فسركوا جسد المسيح وأخفوه لتستمر الخرافة فمين اللي سلق الجسد؟ الرومان ومين اللي أخفى الجسد؟ الرومان علشان خرافة قيامة المسيح تستمر بغرض أنه الرومان يوقفوا أي تمرد فيما بعد من اليهود على احتلالهم لأرضيهم طيب يبقى الرومان سرقوا جسد المسيح وأخفوه التلاميذ تخيلوا أن المسيح قد قام وده نوع من الهلوسة ده بالضبط اللي هو فردية الأستاذ آدم فردية الأستاذ آدم تكون من حاجتين أنه الرومان سرقوا والتلاميذ تخيلوا والغرض الأساسي هو أنه يأتي السلام إلى منطقة اليهودية وأنا أخذ الفرديتين دول وأحللهم واحدة واحدة أول حاجة في هناك أسئلة هترحها وأنا أتمنى أنه يجيب عليها ما هو الترتيب الزمني لهذين الفرديتين يعني هل الرومان سرقوا الجسد أولا والتلاميذ اعتقدوا أن يسوع قام وتخيلوا أنه ظهر لهم أم أن التلاميذ تخيلوا أن يسوع ظهر لهم واعتقدوا أنه قام والرومان عشان يؤكدوا هذه الخرافة سرقوا الجسد وأخفوه ما هو الترتيب الزمني مين اللي بيجي قبل الثاني سرقة الجسد فالتلاميذ يعتقدوا أن المسيح قام ويتخيلوا هذا الأمر أم أن التلاميذ رأوا هلواسة جات لهم هلواسة ونادوا بأن المسيح قد قام فالرومان على طول راحوا إلى الأبر وسرقوا الأبر وأخفوا الأبر علشان يخلوا التلاميذ يستمروا في خرافتهم هذه ما هو الترتيب الزمني لهذه الأحداث مين بيجي قبل مين ده سؤال لابد أنه يطرح لأن الإجابة عليه مهمة جدا طيب لنفترض أخذ الفردية الأولى لنتفرض أن الرومان سرقوا جسد المسيح أولا يعني أولا لما تحط الجسد في الأبر كميس الرومان فكروا أنه يسرقوا الجسد ويخفوه بحيث لما يأتي التلاميذ إلى الأبر يجدوا الأبر فارغ فالتلاميذ يتخيل لهم أن يسوع قد قام وبهذا يعيش التلاميذ في تخيل وهلوسة خاصة بقيامة المسيح أسأل كام سؤال من أين أتى الرومان بفكرة أن سرق جسد المسيح ستقود للمنادات بالقيامة من الأموات أنت هتعمل حاجة النهاردة كويس ومش عارف النتيجة بتاعتها من أين أتى الرومان بفكرة أنه لما نسرق الجسد أنا أحط الفرضية الأولانية أن الرومان هم اللي سرقوا الأول للجسد وعلى أساس هذا نادى التلاميذ بقيامة المسيح من أين أتى الرومان بفكرة سرق جسد يسوع ستقود للمنادات بالقيامة من الأموات ممكن كان يقولوا فلاصل موضوع خلص ممكن كان يقولوا أنه حد سرق الجسد ونتهى الموضوع اشمعنا القيامة من الأموات وأنا أحط أكتر من حاجة الرومان أساساً ما بيفكروش في موضوع القيامة من الأموات الرومان أساساً فكرة القيامة من الأموات ليست فكرة يؤمنون بها ففكرة القيامة تعتبر مصدر للسخرية والاتهزاء عند الرومان والفكر الروماني مش بس الفكر الروماني لكن الفكر اليوناني والروماني طب إلي بيأكد كده بيأكد لكده من أعمال 17 ومن كتابات أخرى كثيرة حتى خارج الكتاب المؤدس لما كان بوليس الرسول في أثينا وبيتكلم في أثينا فقابلوا قوم من الفلسفة الأبوكريين والرواقيين ودول من الفلسفة المعروفين والمدارس الفلسفية المعروفة في ذلك الوقت وقال بعض ترى ماذا يريد هذا المهزار يعني بيستهزأوا بيبوليس أن يقول وبعض أنه يظهر مناديا بألهة غريبة لأنه السبب اللي كانوا بيستهزأوا بيبوليس الرسول ولما كانوا بيسمعوا لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة فكانوا يستهزأون فالفكر الروماني عشان واحد روماني أو على قائد روماني أو مجموعة من رومان يفكروا في فكرة القيامة من الأموات هي أساسا أبعد ما يكون من تفكرهم لأنها ليست موجودة في الفوكابلر بتاعهم من أين أتى الرومان بهذه الفكرة وهي ليست موجودة وهل الرومان تنبأوا عندهم أنبياء عرفوا أنه لما نعمل الحدث دوا هيحصل كذا وبالتالي يسود المنطقة سلام من أين أتى الرومان بفكرة القيامة وبتوقعهم أن التلاميذ على طول أول ما الجسد ما يكونش موجود هيؤمنوا أن يسوع المسيح قد قام من بين الأموات طبعا نظريته مبنية على فرديات لكن ليست مبنية على حقائق نهائي طيب هاخد سؤال آخر بتقول إن الرومان عملوا كده علشان يسود السلام المنطقة وعشان تخمد كل الثورات اللي بيقودها من يدعوا أنهم محررين ومسحاء ضد الرومان أن تخمد هذه الثورات تفتكر الرومان نكحه؟ هل تحقق الغرض الأساسي من هذه الخدعة؟ أم أن الرومان فشلوا فشلا ذريعا؟ حضرتك بتقول أن الغرض الأساسي هو أن يتخلى اليهود عن مقاومتهم لرومان فيسود السلام اليهودية فهل نجح الرومان في ذلك؟ أم فشلوا فشلا ذريعا؟ أولاً أولاً الرومان لا يحتاجوا إلى مثل هذه الخدعة فهم يحكمون بالحديد والنار وفي مقدورهم أن يخمدوا أي تمرد مهما كان حاجة تانية اليهودية لم يسدها سلام منذ أن تم الحكم على يسوع بالصلب والموت إلى أن دمرت أرشالين سنة سبعين لم يسد اليهودية أي نوع من السلام بل حدثت هناك ثورات وتمرد كثير بقيادة كثيرين من اليهود يعني الغرض أساساً ما تحققش ومش هيتحقق كويس؟ لو عايز حضرتك تعرف أدي لستة وأنا جبت اللستة بس دياً من المسحاء الذين أتوا بعد صلب وموت المسيح ماذا عن السامرية؟ التمرد الذي حدث سنة ستة وتلاتين ميلادية يعني بعد موت المسيح بحوالي تلات سنين التمرد دوان اللي نجح فيه أن يتخلصوا من بيلاتوس وحكم بيلاتوس البنطي كحاكم للهودية ذكروا يوسيفوس في الفصل التمنتاشر والصفحات من سبعة واربعين إلى ستة وتمانين ماذا عن ثوداس؟ وده مسكور في عمل الرسل أصحح خمسة وعدد ستة وتلاتين ثوداس الذي قادروا معميد شخص وراءه ضد الرومان سنة خمسة واربعين ميلادية محاولا أن يحرر اليهود من الحكم الروماني يعني الخدعة الأولانية منك حيتش ده كان كل كم سنة بيحصل كده وده بنجده أيضا في يوسيفوس والفصل العشرين ماذا عن يشوع بن حنانيا سنة ستين ميلادية؟ مذكور في حروب اليهود في كتاب يوسيفوس ماذا عن منحين بن يهوزة الجليلي سنة ستة وستين ميلادية؟ مذكور أيضا في حروب اليهود فصل الخامس ماذا عن سمعين بن جبورة؟ جيورة بن جيورة سنة سبعين ميلادية وحروب اليهود كلها اللي بسببها كان في النهاية خراب أرشليم وضمار أرشليم يعني ما حصلش ما حصلش اللي هم عايزين له هارجع إلى الفردية الثانية أنا لسه بفترض فرديات الفردية الأولى اللي أنا قلتها إنه يكون الرومان سرق الجسد وعلى أساسه التلاميذي اعتقدوا أن يسوع قد قام هاعكس الفردية هاعكس الفردية لنفترض لنفترض العكس لنفترض الحكس تلاميذ المسيح اخترعوا هذه الخدعة كويس بسبب الهلوسة اللي حصلت ليهم والرومان أول ما شافوا التلاميذ بيهلوسوا بقيامة المسيح على طول جريوا بالقبر سرقوا الجسد وأخفوه علشان يقولوا لهم استمروا استمروا آه المسيح قام استمروا بيس هحلل هذه الفردية بس أخذ الأول مداخلة آخر ياد حنة من فرنسا ألو سلام المسيح مع حضرتك سلام المسيح مع حضرتك أهلا بيك نشكر ربنا المخضوع يعني أنا عايز أقول حاجة بلوقت بسرعة كالمعتاد ده اتفضل نمرة واحد ثق المسيحية لا يعني أوتوماتيكيا كذب الإسلام والعكس صحيح مش معنى أن الإسلام هو صح فالمسيحية تبعها والعكس صحيح ده نمرة واحد نمرة اثنين يعني احنا قلنا قبل كده أنهم طلعوا أن الساد المسيح ده نبي فاشن النهاردة بيتلقوا نبي كداب وثالث حاجة بتقوى نبي نصاب هو ده يسوع اللي بتكلمه عليه ومطلعينه المسلمين نبي فاشن لأنه جيب رسالة وقلتها قبل كده ما حدش استبعها يعني الله بعت نبي اسمه عيسى برسالة ولا واحد استبعها ولا واحد فهي بقى نبي فاشن بل بالعكس كان رد فعلها مضاعف لأنه جي على قوم المؤمنين وخلاهم يشركوا اللي هم اليهود نمرة واحد نمرة اثنين النهاردة هو مش فيه ناس شافت المسيح هو بالطلب مش فيه ناس شافت المسيح هو بالكفل مش فيه ناس شافت المسيح هو بالكفل بل حضرتك اوتوماتيكيا حينما يكون القبر فاضي هيكون راح فين المسيح غير ان يكون قام بل هاش مخرج تاني التسلسل الحدثي وبعد ايه الكلام ده لو ما ظهرش الحد بعد كده نقول اه ممكن اختفى وخدوه وحطفنه في حتة تانية انما ظهرت للتلاميذ كلهم وفيه كازة ظهورات كثيرة جدا بل حضرتك فلا يمكن تكليم هذا الكلام يعني مش فاقول يعني هو نفسه قال انا جاي يعني سأصعد الى ورشاليم وقدم له حكمة ويقتلوني 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 من ثلاثة اوام يعني اذا كهو كداب كمان بل حضرتك فلا يمكن كل هذه التشكيلة تبقى موجودة في نبي واحد عشان تبرر اللي تقال في القرآن واللي هو كله غلط وغلط شكرا شكرا أخونا رياض شكرا طيب هارجع الى الفردية التانية انا اترحت السؤال في البداية للاستاذ آدم قلت له ما هو الترتيب الزمني للفردية بتاعتك اللي جيه قبل ايه هل سرقة الجسد جت قبل المنادات بالقيامة ولا المنادات بالقيامة والهلوسة جم قبل سرقة الجسد كلمت عن الجزء الاولاني انه سرقة الجسد تمت فالتلاميذ اعتقدوا ان يسوع قد قام من الاموات الفردية التانية بقى اللي هي بتقول العكس لا ده هم اساسا بنتيجة الهلوسة بتاعتهم اعتقدوا ان يسوع قام من الاموات واعدوا يقولوا يسوع قام من الاموات فالرومان الاسكياء المحنكين السياسيين قالوا ازاي نثبت هذه الخدعة نثبت هذه الخدعة نروح نسرق الجسد طبعا يعني انت لو رتبت الاحداث زمنيا حتى دي مستحيلة نسرق الجسد ونجعل التلاميذ يستمروا في خدعتهم طيب من اين اتى تلاميذ المسيح بفكرة قيامة المسيح غير انها الواسط لان فكرة الهلوسط دي دي اريدي نقشت واعتقدش اي واحد عنده منطق في التفكير يقدر يقبالها كويس من اين اتى تلاميذ المسيح اليهود بفكرة قيامة المسيح جابوها منين لو هي مش حقيقة جابوها منين مع العلم ان عدد كبير من اليهود يؤمنون بقيامة الاموات لكن قيامة الايمان اليهودي بالقيامة هو ايمان بالقيامة الجماعية في المستقبل وليست قيامة افراد يعني في قيامة جماعية هتحصل في المستقبل لكن ليست قيامة افراد فمن اين اتى التلاميذ بفكرة ان يسوع قام من بين الاموات ان لم يكن يسوع قد قام من بين الاموات حاجة تانية عدد كبير ايضا من اليهود ينكرون القيامة ليس كل اليهود بيؤمنوا بالقيامة الجماعية لكن عدد كبير منهم طبقات كثيرة بتؤمن بعدم قيامة الاموات وبينكروا القيامة زي الصدقيين وغيرهم كويس في كان لاين كبير لبرال متحررين يهود لا يؤمنون بقيامة الاموات نهائية منهم الصدقيين فكرة قيامة شخص من بين الاموات ابعد ما تكون عن الفكر اليهودي ابعد ما تكون عن الفكر اليهودي فمش بس من اين اتى الرومان بفكرة القيامة لكن ايضا من اين اتى التلاميذ بفكرة القيامة ده سؤال مطروح ايه يبقى الادلة اللي بنى عليها الاساس ادم المصري فرضيته بان الرومان سرق الجسد علشان التلاميذ يستمروا في الخرافة فاليهود يتلهوا مع بعض ويبعدوا عن الرومان شوية فيسود السلام المنطقة ايه هي الادلة التي بنى عليها هذه الفرضية اول حاجة لا يوجد اي سنة تاريخي يؤكد هذه الفرضية نهائي لا توجد كتابات قديمة ولا توجد نقوش قديمة ولا توجد سجلات قديمة ولا حتى يوجد بر الكتاب او جوه الكتاب فكرة على ان الرومان ممكن يسرق الجسد مش موجودة فانت بتبني فرضية على الهوى من تخيلك فقط من فكر مخترعها هذه الفرضية لا يوجد اي سند تاريخي يؤكد هذه الفرضية من حيث الواقع والتاريخ الرومان فشلوا لم يحققوا غرضهم من سرق جسد المسيح فحتى النتيجة التي سعى اليها الرومان في الفرضية بتاعتك نتيجة مخزية الادلة التي بنى عليها ادم المصري فرضيته تتلخص في نقطتين نقطتين لغير الحياة اليهودية في زمن المسيح الثورات ضد الرومان قالك بما انه هناك ثورات ضد الرومان فلازم الرومان يفكروا في طريقة انه يخمدوا بيا هذه الثورات فمن ضمن هذه الطرق انه يقولوا يسرقوا جسد المسيح فالتلاميذ يعتقدوا ان المسيح قد قام وبالتالي اليهود يتلهوا مع بعض وتبقى سرعات داخلية بين يهود ويهود والرومان يعيشوا في سلام الحياة اليهودية في زمن المسيح والثورات ضد الرومان واتكلم عنها بالتفصيل الجزء الثاني عدم اضطهاد الرومان للمسيحيين اول تلاتين سنة هو بيقول بما ان الرومان لم يضطهدوا المسيحيين اول تلاتين سنة فاكيد الرومان هم اصحاب البدعة وهم اصحاب الخرافة وهم المؤيدين وهم المعددين لها لمدة تلاتين سنة نشوف هذه الفرضيات او النقطتين دول هل هم فعلا صح ام غلط اجي اول حاجة اكلم عن اخطاء ادم المصري ولما اكلم عن هذه الاخطاء كراءة خاطئة للتاريخ واكلم ايضا عن كراءة خاطئة لحياة المسيح ده ردي على النقطتين دول هو ارى التاريخ غلط وارى حياة المسيح غلط ازاي بتقول الكلام ده اقول لحضراتكم كراءة خاطئة للتاريخ اليهودي بدأ يكلمني عن تاريخ الثورات في اليهودية كويس ولا يقول لي لازم ترجع للزمان وللمكان ولازم تشوف الاحداث اللي كانت حصلة وتفسر الاحداث في اطارها الزمني التاريخي اللي كان موجود طيب قل لنا استاذ ادم ايه اللي حصل قال لك نبدأ بيهوز المكابي ماشي نبدأ بيهوز المكابي فخلينا ناخد الفيديو رقم عشرة من فضلكم او تسعة ناخد تسعة سوري الفيديو رقم تسعة دلوقتي اللي نفترض جدلا افتراض وليس حقيقة مؤكدة ان القبر لم يكن فارغا وظهر بعض من اتباع هذا المسيح بيهزو وبيتدعو ان المسيح قام من الاموات وان هو كده خلاص حرر اليهود والبشر جميعا وبيروجوا لان المسيح ما كانش هدفه اصلا الانقلاب على روما لكن هدفه ان هو يموت ويفدي البشرين وبس كده واعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله اعطوه لله وبينادوا اليهود ويقول لهم اهمدوا بقى لا للقتل لا للسيف ان كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يؤخذون الى اخره هل تعتقد للحظة ان الرومان هيتلعو لهم الجسد عشان يثبتوا ان هم مخرفين ومهلوسين ولا حيركبوا الموجة ومن وراء الكواليس يدعموهم والله ده مش بعيد يكون الرومان نفسهم هم اللي بيساعدوهم من غير ما يعرفه ويكون هم اللي خبوا الجسد علشان الفكرة دي تكبر وتنتشر فرصة على طبق من دهب طيب وبنى هذا طبعا الاعتقاد زي ما قلت على تاريخ اليهود تاريخ اليهود بدأوا من يهوزة المكابي معلش هاخد الفيديو اللي قابليه رقم 8 لان هو اللي بيكلم فيه عن يهوزة المكابي انا عايزك تبص وتتخيل الصورة دي وهذه المنطقة المضطربة في زمن المسيح وتشوف الفرصة الزهبية اللي جات للرومان المسيح داخل ارشاليم والشعب كله وراه وبيهتفله وداخل دخلة الناصر صلاح الدين اللي هيحرر اليهود مشهد مش جديد زي ما قلت وحصل قبل وبعد المسيح من مسحاق آخرين سرعان ما تحركت السلطات الرومانية وابدوا عليه وخلال اسبوع اعدموا طيب جميل يبقى من مسحاق كثيرين تكلم عنهم الأستاذ أدم واحد منهم هو يهوزة المكابي وقالنا ان يهوزة المكابي دوا يعتبر هو اول واحد عمل معاهدة مع الرومان وان هو حاول انه يحرر اليهودية من الرومان كويس وانا عايز اقول انه معلوماتك يا اسد ادم معلومات خطيئة وقراءتك ليهوزة المكابي كلها من اولها الاخيرها قراءة خطيئة ليه انا بقول الكلام ده اول حاجة يهوزة هو بن متياهو بن يحنان بن شمعون بن حشمون وكان في القرن الثاني قبل الميلاد هو مات سنة 161 قبل الميلاد لم تكن اليهودية سنة 161 قبل الميلاد لم تكن اليهودية تحت الحكم الروماني فالرومان لم تكن القوة العظمى في ذلك الوقت فمش ممكن ابدا يهوزة يكون بيصارع ضد الرومان الذين احتلوا اليهودية والرومان اساسا او روما اساسا لم تكن هي القوة العظمى ولم تخرج بره روما في القرن الثاني الميلادي اليهودية كانت تحت حكم البطالمة كويس وبعد كده فقدت مصر سيطرتها على اليهودية فوقعت اليهودية تحت حكم السلوقيين اشرح الكلام دوا ده موجود في بالتفصيل في صفر دانيال وملك الشمالي وملك الجنوب انه بعد موت اسكندر الاكبر كويس اسكندر الاكبر لم يكن له وريث يجلس على كرسي العرش فعمل ايه اسكندر الاكبر المملكة بتاعته مترامية الاطراف كان عنده اربع جنرالات كبار اسم المملكة عليهم كويس فمصر وقعت تحت الحكم البطالمة والسوريا وقعت تحت حكم السلوقيين واليهودية في النص ما بين سوريا وما بين مصر فلما ملك الشمال يريد ان يحارب ملك الجنوب كان يدوس على اليهودية لما المصريين يحبوا يطلعوا فوق يحاربوا ملك الشمال كانوا يدوسوا على اليهودية فكان الصراع باستمرار اليهودية شوية ما بين المطالمة وشوية ما بين السلوقيين كويس ناتي الى نقطة مهمة حاول السلوقيين تحت قيادة انتيخوس ابي فانس ملكهم فرض الثقافة الهلينية والعبادة اليونانية على اليهود فدنسوا الهيكل ومنعوا الختان للاطفال اللي هو علامة العهد ووقفوا العمل بالنموس هم عايزين يلغوا كل ما هو يهودي ويحولوا اليهودية اكتر الى الثقافة او الى الفكر اليوناني الهلينية كويس قاد يهوزة المكابي وهم من العيلة الكهنوتية قاد يهوزة المكابي حربا ضد السلوقيين وانتصر فيها وهذا اساس لاحتفال بعيد الحنكة او المنارة اللي بيحتفل بيه اليهود لحد النهاردة قام يهوزة بقى ودي المعاهدة اللي بيكلم عنها سفر المكابيين اللي ذكرها لنا الاخاد قام يهوزة بارسال رجال الى روما لان روما كانت بتتطور لتكون شيء ما بحيث انه يعمل معاهم معاهدة حاموا عننا دفعوا عننا مش معاهدة انهم يتردوهم اليهودية لم تكن اليهودية روما اساسا تمتلك اليهودية فعمل معاهم معاهدة دفاع يدفعوا عننا تعالوا دفعوا عننا لما ييجوا السلوقيين او البطالبة من مصر من فضلكوا تعالوا ووحمونا دا كان قبل مجيء روما اساسا لامتلاك اليهودية لان روما استولت على اليهودية سنة تلاتة وستين من قبل الميلاد يعني اليهودية اصبحت تحت الحكم الروماني سنة تلاتة وستين قبل الميلاد يعني بعد مئة سنة من يهوزة المكابي حضرتك بترى تريه غلط تحتاج انك تصلح معلوماتك كويس وبعدين استولى الرومان على اليهودية سنة تلاتة وسبعين قبل الميلاد فقريتك للتاريخ انه مش على اساس انه يهوزة المكابي حاول انه يطرد الرومان اه اي تلاتة وستين اي شخص يهودي يعلم جيدا ان شعب اليهود الملك الوحيد على شعب اليهود هو يهوة وان اليهود هم شعب الله وانهم يحكمون يحكمون بالنموس والاجل هذا كانوا يرفضون اي مملكة اخرى تستولى عليهم ويعتبرون هذا عقاب من الله لهم واستمر وهيستمر واستمر في كل تاريخهم قبل يهوزة المكابي وبعد يهوزة المكابي كويس فانك تبني تبني افتراضية افتراضية خاطئة على اساس خاطئ يبقى الاتنين غلط حاجة تانية كراءة خاطئة لحياة المسيح كويس الاخ ادم بيعتقد ان الرومان اه اتغازوا من المسيح وخافوا منه وليسوع المسيح مثل لهم تهديدا شديدا فقرروا الابد عليه وقرروا صلبه وموته والتخلص منه كويس ودي كلها افتراضات خاطئة وقراءة خاطئة لحياة المسيح كراءة خاطئة لحياة المسيح ليه كراءة خاطئة لحياة المسيح لأن اولا اولا اي قارئ للانجيل يعلم جيدا ان الذي اسلم يسوع المسيح وحكم عليه بالموت لم يكن الرومان بل كانوا اليهود ده اقرأ الانجيل الا اذا انت بقى عايز تقرأ براحتك في يعني يعني ما تريد ان تقرأه لكن اراية بسيطة سطحية مش عميقة للانجيل تعلم جيدا ان الذين كانوا يبغدون يسوع ويسوع يمثل بالنسبة لهم تهديدا هم اليهود وقادة اليهود كان يسوع يمثل تهديدا كبيرا للقادة الدنيين فهم الذين خططوا لصلبه وهم الذين اتفقوا مع يهوز الاسخريوت لكي ما يسلموا وهم الذين حكموا عليه بالموت واعتبروه مجدف الرب يسوع لم يكن في حياته يمثل اي تهديد للرومان فهو لم يكن من ضمن هؤلاء المسحاء الذين يريدوا ان يقودوا ثورة ويحملوا سيفا ويحرروا اليهودية من الحكم الروماني يسوع المسيح لم يمثل اي تهديد للرومان فلم ينظم اي تمرد لم يقود اي ثورة لم يرفع سيفا ده الاراية حتى الاراية البسيطة للاناجيل وقت محكمة يسوع تعلم جيدا ان بيلاتوس لم يكن يريد ان يسوع يموت بيلاتوس ما كانش عايز المسيح يموت بيلاتوس حاول مرات قال لهم طبس هاجلدوا واطلكوا ليكوا قالوا له لا مراتوا حتى قالت له اياك وذلك البار في الاخر في الاخر بيلاتوس غسل ايده وقال انه انا بريء من دم هذا البار ففكرة ان يسوع المسيح كان يمثل تهديدا للرومان ولا اجل هذا يعني ابضوا عليه وحكموه واماتوه وسرقوا جسده فيما بعد فكرة اساسا مبنية على غلط حاول كمان ان يستبدله بواحد مجرم لكن اليهود رفضوا اللي هو باراباس الذي كان لس اراية خطئة للتاريخ هذه الاراية الخطئة للتاريخ واراية خطئة لحياة المسيح تقودك بالفعل ان انت ممكن تدور على اي نظرية اخرى افتراضية اخرى ليس لها اي اساس تاريخي لمجرد ان انت تريد ان تنكر قيامة المسيح من حقك تنكر من حقك تنكر من حقك تعتقد فيما تعتقد كمان من حقنا نحن نحن نرد ونقول ان انت بنيت هذه الفرضية على وهم وخيال الفرضية اللي حضرتك بتقولها دي محتاجة ايمان قد كده اكتر من الايمان بقيامة المسيح من بين الاموات عش كده خلينا نشوف فكرة اخرى هي بيقول ان الرومان لم يتطهدوا الايمان المسيحي لمدة 30 سنة اتهاد الرومان المسيحيين ما كانش اول 30 سنة ده طبيعي ده طبيعي لان الكرازة بالانجيل بدأت من اليهودية واليهود نظروا الى يسوع المسيح وتلاميذ يسوع المسيح كتهديد بعد كده الاتهاد بدأ اول ما بدأ رومان تستشعر الخطر وانه هؤلاء يرفضون قبول الامبراطور كالله ويرفضون تقديم الولاء من خلال زبائح معينة في هياكل معينة للامبراطور وبدأوا يعلنوا انه ايماننا وربنا وسيدنا هو واحد وهو يسوع المسيح بدأت رومان تستشعر الخطر وتقوم بالتهاد ضدهم لكن ليس ان هناك تواطئ ما بين رومان ما بين تلاميذ المسيح ده الرومان هي اللي حكمت على تلاميذ المسيح في معظمهم كويس اخر فيديو في ملخص نظرية الاخ ادم وانا هاختم بملخص لي اخر فيديو السؤال الاعمق هو لو ان الرومان ركبوا الموجة ومش هما اللي اخترعوا القصة من الاساس ايه اللي ممكن يكون حصل فعلا وانا اعتقد ان السيناريو الطبيعي المنطقي اللي حصل من الفين سنة هو كالآتي وجود شخص حقيقي باسم يشوع الناصري واللي عرف فيه ما بعد باسم يسوع المسيح وان يشوع الناصري ده فعلا كان مسدق انه هو مسيح اليهود المنتظر واتباعه سدقه ده وامنه بيه ثم قبضت عليه السلطات الرومانية واعدموه فاصر اتباعه وتلميذه ان قتله واعدامه هو جزء من عملية الفداء والخلاص وتشكلت عقيدتهم حول هذا الحدث وتخيلوا انه قام وداس الموت وانه جاء لاجل هذا ولم يأتي ليحرر اليهود من الرومان وهنا وجد الرومان فرستهم فاخفوا الجسد وظهر لنا القبر الفيرب ده كلام ليس له اي اساس من الصحة ولا يبنى ابدا على اي سند لا كتابي ولا خارج كتاب معدس قصة الحقيقية استاذ ادم انه يسوع المسيح كلمة الله المتجسد الذي دخل الى عالمنا وعاش على هذه الارض وكان يقول ويصنع خيرا حكم عليه بالموت لكنه في اليوم الثالث قام من بين الاموات الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم